صاحبة عيون الريم التي تغنى بها الشعراء حليمة خاتون الجميلة التي عاشقها الجمهور العربي تعد واحدة من ابرز النجمات الصاعدة في سماء الدراما التركية اشتهرت بدور السلطان حليمة خاتون في مسلسل ارتارل حيث حققت شهرة واسعة ونجحا كبيرا بدور حليمة الذي قدمته بالمواسم الاربع تميزت بعيونها الواسعة الجميلة التي تشبه عيون الريم التي تغنى لها الشعراء ولدت في عام 1992 وذلك في العاصمة التركية انقرة من وسرة ليس لها اي علاقة بالفن احبت التمثيل من طفولتها وشاركت في عدد من المسرحيات خلال المرحلة الثانوية والتي قدمت فيها اداء جيدا وقد تخرجت اسراء من كلية الاثار جامعة اسطنبول لكنها لم تعمل بشهادتها فلم ترغب اسراء في العمل في مجال دراستها بل كانت تريد العمل في الفن فبدأت بعرض الازياء وقد ساعدها في ذلك جمال ملامحها ورقتها وحققت اسراء نجاحا كبير في عالم الازياء ولفتت اليها انظار المنتجين في تركيا وكانت عرض الازياء بمثابة البوابة الكبيرة التي فتحت من اجلها لتذهب الى عالم التمثيل والدراما التركية لتصبح واحدة من اشهر فننات تركيا ليس فقط في بلدها ولكن حول العالم كله كانت اول مشاركة درامية لاسراء من خلال الظهور في عدد من الادوار البسيطة في مسلسل الحب اقوى من الكلمات والقدر الاسود الا ان الانطلاقة الحقيقية في مسيرة اسراء كانت من خلال المسلسل الناجح قيامة ارتورال شاركت اسراء بالجيتش في هذه الملحمة الدرامية الرائعة من خلال تقديم دور حليمة تلك الفتاة صاحبة الملامح الجذابة والشخصية القوية وتعلق الجمهور بها ولسيما الجمهور العربية الذي عرفها باسم حليمة فقد انبهر الجمهور بجمالها وملامحها الانثوية الجذابة ولم يستطيع جماهير قيامة ارتورال تقبل انهاء دورها خلال الموسم الرابع من المسلسل حتى ان حلقة موت السلطان حليمة كانت اعلى حلقات الموسم الرابع من قيامة ارتورال مشاهدة على الاطلاق وقد تعلمت اسراء ركوب الخيل في شهرين فقط من اجل ان تقوم باداء دورها كذلك عملت لفترة على دراسة هذه الشخصية من كافة جوانبها ولقد استفدت من دراستها لمجال الاثار والامتلاكها لمعلومات تاريخية جيدة من اجل ان تخرج للعالم هذه شخصية رائعة حقق المسلسل نجاحا باهرا وقت عرضه في تركيا تم تصوير خمسة مواسم من المسلسل في مائة وخمسين حلقة حقق المسلسل ما يفوق ثلاثة مليارات مشاهدة حول العالم تم الترجمة المسلسل الى ما يقارب من خمسة وعشرين لغة حول العالم منها الانجليزية والعربية الاردية وغيرهم حصلت على العديد من الجوائز منها على جائزة شباب تركيا للمرأة المثالية عن دورها في مسلسل قيامة ارتغرال وجائزة الاعلام الاناضول وجائزة التوعية الاجتماعية لافضل ممثلة بعد قيامة ارتغرال شركت اسراء في عمل درامي بعنوان امل واحد لا يكفي لتغير اسراء من شخصيتها وملابس السلطانة التقليدية الى شابة ترتدي ملابسا اكثر عصرية وكانت المفاجأة ان الجمهور لم يحب الشكل العصري الحديث لنجمتهم المفضلة فلم يحقق المسلسل النجاح المنشود لتشارك بعدها اسراء عام 2020 في مسلسل الدراما والجريمة رامو بشخصية سيبال بجانب النجم مراضي الدرام المسلسل حقق نجاحا كبيرا في تركيا وحظي بمتابعة كبيرة بسبب احداثه المشوقة واعتبارا من عام 2021 شاركت بدور الرئيسي مع اوغور جوناش في مسلسل الدراما اراضي بيلا قانون وتواصل الممثلة الشابة حاليا تعليمها في كلية الحقوق في جامعة بيلكانت في اسطنبول على الرغم من مسيرتها القصيرة في عالم التمثيل الا انها نالت العديد من الجواز ومن ابرزها حصولها عام 2014 على جائزة افضل ممثلة بدورها في مسلسل قيامة ارتغرال وحصدت في عام 2015 جائزة افضل ممثلة في حفل جوائز سادريا لشكل السينما والمسرح في عام 2016 حازت على جائزة افضل ممثلة في حفل الانادول للاعلامة وفي حفل جوائز تركيا للشباب كما حظيت اسراء بيلجيتش بشعبية واسعة في باكستان وخارج تركيا مما جعلها تصبح سفيرة العلامة التجارية لفريق الكريكت الباكستانية بيشاور زالمي وشركة الالكترونية الاستهلاكية كيو موبايل اما حياتها الشخصية فلم توفق فيها بشكل واضح حيث تزوجت من لاعب كرة القدم الشهير جوكهان توري والذي يعد واحدا من اهم لاعبي فريق بيشكتاش لكرة القدم في نهاية عام 2017 بعد قصة حب استمر ثلاثة عوام وقد حضر زواج اسراء نخبة كبيرة من فناني تركيا وقد تفاجأ كل الحضور بحضور رئيس تركيا رجب طيب اردوغان والذي قام بنفسه بالشهادة على عقد زواج بين اسراء وجوكهان الا ان الزواج لم يستمر طويلا فكان الانفصال عام 2019 ولم تدل اسراء باي تصريح حول الموضوع واكد المقربون من الطرفين ان الطلق كان بمنتهى الهدوء والاحترام وتستمر اسراء في مواصلة مسيرتها الناجحة التي تبرهن من خلالها انها تمتلك موهبة كبيرة تجعلها بين نجمات الصف الاول في تركيا وحسناء من حسناواتها اذا اعجبكم محتوى قناتنا يمكنكم دعمنا او الاعلان على قنوات متى عقلك عبر رابط الفان لايك في الوصف اسفل الفيديو